عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة تابعة إذ وبعد مرور شهر تماماً على اختفائها سيتم إرسال غواصة إلى أعماق المحيط الهندي يتم التحكم بها عن بعض ولكن بعد أيام وقد اعتبرت أستراليا أن رصد هذه الإشارات قد يكون منعطفاً في عمليات البحث حيث أن المحققين باتوا قاربين جداً من المكان الذي يجب أن يكونوا فيه وسيتم إرسال الغواصة بلوفين 21 التي يتم التحكم بها عن بعض إلى أعماق المحيط ولكن ليس قبل أيام بذ أن السلطات تأمل في تحديد منطقة البحث بشكل أضاق والآلية بلوفين 21 تشبه التوربيد ويبلغ طولها حوالى خمسة أمتار وهي مزودة بجهاز لالتقاط الأصوات في المياه ففي حال التقط الصونار إشارة ستسحب الآلية إلى السطح لتزويدها بكاميرا وإعادتها إلى الأعماق باعتبار أنه لا يمكنها أن تحمل كاميرا وجهاز لكشف الأصوات معاً وتزن الغواصة حوالى 750 كيلو جراماً ويمكن أن تبقى في المياه 20 ساعة لكن لا يمكنها العمل على عمق يتجاوز 4500 متر وهو أساساً العمق الذي جاءت منه الإشارات التي رصدت ترجمة نانسي قنقر